حتى دون معلم انتظموا في مقاعدهم هنا تضرب ريح ساخنة وجهها هؤلاء الأطفال ويعطي عريش الخيمة انطباعا بها مشية الحياة فيقرر الأطفال حصصهم الدراسية لوحدهم ويرسمون فراشات تحلق في ديار أحلامهم الخضراء ويحتل اللون الأخضر رسوماتهم وبضع كلمات عن الحب الذي جمعهم بمسقة رأسهم في تجمع رأس التين شرقي رام الله وعن أحلامهم التي بعثرها المستوطنون بعد طردهم وتهجيرهم كنا ندرس في مدرسة راس التين وطرنا اليهود عنها عدمها الاحتلال وهي نجينا هون ندرس بدون معلمات وبدون اشي كان معلمات يدرسنا وكنا نحب معلماتنا كثير هلأ ندرس بدون معلمات بدون اشي هيك لا كتب ولا اشي بس نجي نرسم ونروح الرو وما يزيد على سبعين طالبا نصفهم قادته العادة بالاستيقاظ باكرا إلى مقاعد الدراسة فبادروا ذاتيا إلى صف يجمع فئات عمرية مختلفة وبزي مدرسي لكن دون معلم منذ اسبوعين ونصف آخر ترك المدرسة نتيجة الواقع الحالي يبدأ الصباح بالنشيد الوطني وينتهي اليوم بحصة رسم يبدع فيها الأطفال وبعدها يغادر الجميع ويتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بمحاولة تجهيل التعليم من خلال اختارات الهدم التي ستطال ما يقارب 30 مدرسة في مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيل لخدمة المشاريع الاستيطانية المتبقية من مدارس التحدي رغم أن نوصل عددها ل34 مدرسة لكن حاليا 28 تم هدم 6 مدارس من مدارس التحدي طبعا هذا على مدار 4 سنوات فائتة وكان البدو تشتت في أكثر من منطقة في الأراضي الفلسطينية مرتين مرة عندما أقيمت دولة إسرائيل عام 48 والمرة الثانية عندما اجتاحت إسرائيل ما تبقى من فلسطين إبن نكسة عام 67 كسب أكبر قدر من الوقت هو استراتيجية ينتهجها الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ما أن تستنفذ كافة الإجراءات حتى تصبح المدارس أو البيوت الفلسطينية عرضة لخطر الهدم الفوري الحال هنا يلخص بجملة واحدة بسيطة سيطرة قوى اليمين والمستوطنين في إسرائيل تعني الكراهية والأطماع والأفكار الدينية وتعني أيضا تشريد الفلسطينين وترحيلهم وحتى تجهيلهم ضيح جيال غد الأراضي الفلسطينية